استكمالاً لتنفيذ بنود اتفاق الرياض وبهدف تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن أعلنت السعودية عن توافق ممثلية الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي للجنوب اليمني في الرياض على وقف كل أشكال التصعيد السياسي والعسكري والعلامي بينهما وفق الآلية المتفق عليها السابقاً وعقب الاتفاق شارت السعودية في بيان إلى أن التصعيد السياسي والعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين ودع البيان طرفي الاتفاق إلى تغريب المصلحة العامة ونبذ الخلافات والعمل على تنفيذ بقيت البنود بهدف توحيد الصف اليمني وحقن الدماء ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل منهي الأزمة في البلاد وأكدت السعودية استمرار دعمها للحكومة اليمنية التي يشارك فيها المجلس الانتقالي وجددت دعوتها لكافة الأطراف القبول بالحلول السياسية عوضاً عن الخلافات والتجاذبات ونص الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والذي جرى بوساطة سعودية عام 2019 على تشكيل حكومة كفاءات سياسية وأن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية ميدانياً أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه الأراضي السعودية التحالف وفي بيان أكد أن دفعاته الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في مدينة خميس مشيط جنوب البلاد